موسيقى موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كل عام وأنتم بخير أيها الأخوة الأحباب هذا برنامج جديد نلقاكم فيه كل يوم إن شاء الله نتذكر فيه معا أياما من رمضان نعيش فيه مع معارك وأحداث مع شخصيات من القادة والأمراء والزعماء والعلماء والملوك والسلاطين والوزراء نتذكر مرة نصرا عزيزا ونتذكر مرة أخرى درسا قاسيا نحاول أن نتعلم من هذا ومن ذاك وأن نتدبر في هذا وفي ذاك واسمحوا لي أن أبدأ معكم اليوم في قصة مؤلمة وشديدة وقاسية يعني سامحوني على هذه البداية ولكنها لغرض النبيل سأذكر لكم هذه القصة اليوم لأني أعتقد بل أنا متأكد أننا إن توقفنا عندها فإننا سنعيش هذا الشهر الكريم كما لم نعيشه من قبل سنشعر في هذه القصة بقيمة شهر رمضان وبقدره وسنرى فيها كيف أن هذا الشهر الذي أظلنا والذي نتهيأ للصيام والقيام دون أن نفكر في مشقة ما هو نفسه هذا الشهر الذي ضحى بعض المسلمين بحياته لكي يتمكن من صيامه وقيامه شهر رمضان نعمة عظمى لن يشعر بها إلا من فقدها كسائر النعم يكفي أن نتوقف أمام قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنه نفحة ربانية يجب علينا أن نتعرض لها فلعل أحدنا إذا أصابته هذه النفحة ألا يشقى بعدها أبدا شهر رمضان فيه ثلاث فرص غالية كل فرصة منها تكفر الذنوب فنبينا صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه برنامجنا هذا برنامج تاريخي وأعظم دروس التاريخ على الإطلاق أن كل الناس تموت وأن هذه الدنيا زائلة كل الأسماء التي ستسمعونها في هذا البرنامج مات أصحابها ومات أبناؤهم ومات أحفادهم ومات أحفاد أحفادهم ومات أحفاد أحفاد أحفادهم كل الذين على هذه الأرض الآن لم يكونوا موجودين قبل مئة سنة وكل الذين عليها الآن لن يكونوا موجودين أيضا بعد مئة عام قادمة سيتبدل الناس سيصير الجميع في القبور وإذا سألنا هؤلاء الذين في القبور سنجد أن الواحد منهم لا يتمنى أكثر من أن يغفر له ذنبه أو أن يزداد هو من العمل الصالح الآن تعالوا أحكي لكم هذه القصة سأحدثكم اليوم عن قصة المسلمين الأندلسيين بعد سقوط الأندلس هؤلاء القوم ضربوا مثالا أسطوريا في محاولة الحفاظ على دينهم تحت ظروف في غاية القسوة ظروف لا ترحم هناك فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة ربما قبل حوالي عشر سنوات أو أكثر من عشر سنوات وكان عنوانه المساء الأخير تجدونه على اليوتيوب المهم في هذا الفيلم المشهد الذي لا أنساه أنه أسلم واحد من الإسبان أسلم اعتنق الإسلام وبينما هو يصلي رأته أمه فسألته يعني ماذا تفعل أنت بتعمل قال لها هذه هي الصلاة في الإسلام فأمه المسنة قالت له لقد كنت وأنا صغيرة أرى جدي يصح قبل شروق الشمس فيغسل أعضاءه بالماء مثل ما تفعل الآن ثم يفعل نفس هذه الحركات هنا كانت المفاجأة اكتشف هذا أخونا الإسباني الذي أسلم أنه من عائلة مسلمة وأن جد أمه ظل يحافظ على الصلاة حتى ستين سنة ماضية فقط يعني المسلمين يعني من المسلمين الأندلسيين من ظل متمسكا بدينه أكثر من أربعة قرون سرا وهذه يا لها من أسطورة طبعا لهذه الحكاية نظائر في الدول الأسيا الوسطى وفي الدول الإفريقية التي ذهب منها الإسلام ولكن سأحدثكم اليوم عنها أولاء المسلمين كيف استطاعوا أن يحافظوا على دينهم لما سقطت الأندلس وزال حكم الإسلام منها والإسبان نقضوا ما كانوا قد عاهدوا المسلمين عليه هم طبعا كانوا عاهدوا على ترك الحرية الدينية ويعني أن المساجد تبقى كما هي فالمسلمون وجدوا أنفسهم تحت حملة في غاية الشراسة والشدة استمرت بشكل معلن أكثر من مئة سنة واستمرت بشكل يعني أقرب إلى السرية أو غير معلن لثلاثة قرون أخرى كان محرما على المسلمين أن يبقوا مسلمين إما أن يتنصر وإما أن يموت يموت من الحرق وبعد التعذيب وفي أوقات معينة أوقات بسيطة سمح لهم بالخيار الثالث وهو خيار مغادرة الأندلس لكن حين كان يسمح لهم بمغادرة الأندلس وكانوا يهرعون إليه يسابقون إليه كانوا إذا اختاروا الرحيل يحرمون من أبنائهم لأنه كان الإسبان ينتزعون منهم أطفالهم باعتبار أن هؤلاء الأطفال نصارى وتم تعميدهم وبالتالي ينتزعونهم من أهلهم وطبعا يتخلون عن أملاكهم ويكونون حتى في هذه الرحلة تحت رحمة البحارة النصارى يعني هؤلاء البحارة ربما غدروا حتى بالمسلمين الذين يغادرون إلى المغرب وربما باعوهم عبيد في فرنسا أو إيطاليا أو حتى في الأمريكتين لأن الأمريكتين كانوا قد تم اكتشافهم في ذلك الوقت فهذا العصر كان يعرف بعصر محاكم التفتيش هذه محاكم جهنمية كانت تجعل نفسها رقيبة على الضمائر والقلوب فكانت تبذل كل جهدها بوسائل ترهيب وتعزيب في التحقيق يعني لأجل أن تكتشف ما إن كان هذا المتهم لا يزال في صدره بعض من إسلام أم لا فإن كان كذلك يعني إن كان في صدره بقية من دين فمصيره ميتة بشعة وبأدوات تعذيب شيطانية وهذه الصور الآن منشورة ويمكنك أن تكتبوا محاكم التفتيش لتروا ألات التعذيب الجهنمية سواء بالفيديو أو بالصور طيب وإن لم يكن خلاص تخلى عن الإسلام فيكفيه أنه نجى بحياته لأنه سيكون عمليا قد خسر أمواله وممتلكاته وهناك بعض الدراسات المتخصصة في محاكم التفتيش وفي قوانينها فيمكنكم أن تطلعوا على قوانين محاكم التفتيش وكيف أنها كانت تصادر أموال المتهم قبل حتى أن يفصل في قضيته يعني حقيقة كانت صفحات تاريخ رهيبة ويعني حتى بالمناسبة هذه المؤلفات التي كتبها المؤرخون كتبها مؤرخون إسبان وأوروبيون أيضا يعني لم يكتبها المسلمون فقط المهم سيهمنا من هذا المشهد الضخم المؤلم مشهد المسلمين الذين اجتهدوا ليصوموا شهر رمضان في هذه الظروف القاسية في كتاب دولة الإسلام في الأندلس المؤرخ المصر المشهور محمد عبد الله عنان المتخص في تاريخ الأندلس لا المجلد الأخير من هذا الكتاب هو ثمن مجلدات المجلد الأخير كان عنوانه هو نهاية الأندلس يذكر فيه أنه بعد مائة عام من سقوط الأندلس ومن خلال سجلات محاكم التفتيش أنه قرية اسمها قرية مسلاتة قرية مورسكية المورسكية أو المورسكيين هو التعبير المشهور عن المسلمين في هذه الفترة ومعناها يعني معناها ودلالته معناها المسلمين الأذلاء أو المسلمين المستضعفين يعني معناها الحرفي المسلمين الصغار لكن معناها المسلمين الأذلاء المهم أن هذه القرية اتهمت فيها أربعون أسرة بالصيام شهر رمضان فأشوف أنت ترى هنا أن المسلمين ظلوا يورثون أبنائهم عبادات الإسلام بعد مائة عام وهم اكتشفوا في قرية واحدة أربعين أسرة تصوم وطبعا هذا بخلاف ما لم يكتشفوه وهذا بخلاف ما هو في سائر القرى في سجلات محاكم التفتيش تظهر بعض البلاغات اللي هو أبلغ فيها النصارى عن المسلمين ونرى منها حجم تشوق المسلمين لشهر رمضان وحجم انتشار الصوم فيهم يعني مثلا من سجلات محاكم التفتيش أن تم الإبلاغ عن مسلمة سمعت وهي تقول لمسلم آخر أنها ذهبت لفضاء القرية لترى الهلال وواحد مسلم تاني أبلغ عنه وكان يعمل نقاشا رآه أحدهم يتطلع في السماء فسألوا أنت ماذا تفعل هنا وما الذي جاء بك إلى هنا فقال له هذا النقاش المسلم أنه جاء لرؤية الهلال فهذا الشاهد الذي أبلغ عنه قال يعني تريد أن تصوم قال نعم لأنه كل الناس في أراجون أراجون هذه منطقة في إسبانيا قال له كل الناس في أراجون يصوم فطبعا هو يبدو هنا أن المسلم ظن نفسه يكلم مسلم أو حتى ربما هذا المبلغ نفسه يكون أحد المسلمين الخوانة أنتم عارفين يعني هذا الصنف صنف الخوانة يظهر في أوقات الشدة ليحاول أن يتقرب إلى الأعداء المهيمنين من أهم الكتب التي تناولتها يعني أحوال المسلمين الأندلسيين بعد السقوط بالزاد في جزئية العبادات الدينية هم كتابان كتاب الأول هو كتاب باحثة إسبانية اسمها مارثيديس جارسيا أرينال وهذا الكتاب عنوانه محاكم التفتيش والمورسكيون محاكم التفتيش والمورسكيون وهو كتاب مترجم وصدر عن المركز القومي التي ترجمها في القاهرة وموجود على الإنترنت أيضا الكتاب الثاني كتاب المؤرخ الإسباني بيدرو لونجاس هذا بيدرو لونجاس له كتابه بعنوان حياة المورسكيين الدينية وهو أيضا من إصدارات المركز القومي للترجمة الكتاب الأولاني كتاب أرينال معتمد على سجلات محاكم التفتيش لكن هذا الكتاب الثاني له كتاب بيدرو لونجاس حياة المورسكيين الدينية معتمد على المخطوطات المكتشفة من تراث المورسكيين المورسكيين كانوا يكتبون بعض الكراسات والكشاكين ليحافظوا على الدين وتعاليمه فمثلا في كتاب أرينال مارثيديس أرينال الباحثة الإسبانية تذكر معلومة مهمة جدا تقول مثلا أنه بشكل رئيسي العبادات الأكثر رسوخا في حياة المورسكيين والتي يرد ذكرها في كل المحاضر تقريبا لها محاضر محاكم التفتيش هي صيام رمضان والطهارة والصلاة يعني أكثر تهمة حافظة علي أكثر تهمة تهمة بها المسلمون وبالتالي فهي أكثر عبادة حافظ عليها المسلمون هي الصيام والطهارة والصلاة تقول أيضا أرينال بدون أدنى شك صيام رمضان هو العبادة الدينية الأكثر تأصلا في حياة المسيح الجديد يعني هي تقصد المسلم اللي هو أجبر على التنصر فاضطر أن يكون متنصرا ظاهريا فهي تقول أن هذه العبادة هي الأكثر تأصلا في حياة المسيح الجديد وفي الغالب هي أكثر عبادة يحافظ عليها الجميع ويمكن القول بأنه يعني بأن هذا الصيام هو آخر مظهر إسلامي من حيث التلاشي وإضافة إلى كونه شعير دينية إلا أنه سيتحول إلى ملمح للتميز الثقافي وهو يصبغ الشخص الذي يحافظ عليه بصبغة خاصة لأن طابع الصيام الجماعي يجعل منه العبادة الأكثر تأصلا وبالتالي الأكثر تميزا نواصل معكم هذه الرحلة بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زلنا نستعرض معكم هذه الأسطورة الدينية أسطورة حفاظ المسلمين على عباداتهم في بيئة قاسية لا ترحم نتكلم عن المسلمين الأندلسيين وعن حياتهم الدينية في زمن محاكم التفتيش ذكرنا أن صيام رمضان كان هو العبادة الأكثر تأصلا عند المسلمين وأن المسلمين وهي العبادة الآخر في التلاشي يعني آخر عبادة تلاشت من حياة المسلمين مع الضغط الرهيب ومع توالي مئات السنين هي الصيام فنواصل معكم أن المسلمين لم يحافظوا فقط على التمسك بهذا الصيام بل حافظوا على أمور أخرى يعني حافظ المسلمون مثلا على وسيلة المسحرات المسحرات أيضا كان ظاهرا في محاكم التفتيش وفي مخطوطات الأندلسيين لأنه كان بعض المتطوعين يعني ينظمون أنفسهم ويخرجون ليطرقوا على الأبواب ليلا حتى يرد الساكنون عليهم ويقومون للتسحر وطبعا هذا فيه نوع من المخاطرة وفي الحقيقة الواحد لما يقرأ مثل هذه الأخبار يحزن ويتحصر أن بعض المسلمين يهملون أمر الصيام وهم في مجتمعات مسلمة وكيف أنهم يتخلون ببساطة عن آخر شيء تخلى عنه أجدادهم المسلمون في أشد البيئات قسوة وشدة سنتعجب أن المسلمين لم يحافظوا على الصيام فقط كانوا يصومون أيضا الأيام الستة من شوال وكانوا يسمونها الستة البيض وكانوا يحافظون على احتفال عيد الفطر وكانوا يرتدون فيه الثياب الجديدة والنظيفة ويخرجون فيه الصداقات على الفقراء اللي هي زكاة الفطر وكانوا يصومون يعني طبعا لا أقول كلهم لكن أقول يعني هذه عادات وجدت فيه سجلات محاكم التفتيش ووجدت فيه تراثهم إنهما مش بس كانوا يصوموا رمضان لا كانوا يصوموا الستة من شوال وأحيانا كانوا يصوموا الأيام العشرة منذ الحجة ويوم عشوراء بل منهم من كان يصوم صيام داود عليه السلام يعني كان يصوم يوما ويفطر يوما وبعضهم كان يحافظ على الاعتكاف لتسعة أيام طبعا كل هذا الذي حكيته هو موجود في الكتابين الذين ذكرتهم قبل قليل كتاب مارسيدس أرينال محاكم التفتيش والمورسكيين وكتاب بيدرو لونغس في حياة اللي هو عن حياة المورسكيين الديني هذه المؤرخة اللي هي أرينال مارسيدس جارسيا أرينال تسجل أن هناك من المسلمين من قبض عليه أثناء استطلاعه لهلال شهر رمضان بل أنه في بعض الأحيان قبض على نصف قرية لهذا السبب يعني تذكر أنه كان هناك اختلاف وقلق عند انتظار الهلال فكانوا ينقلون خبر ظهوره بين القرى المجاورة ويتناقشون في هذا الموضوع فتسبب هذا الاهتمام بهلال رمضان في محاكمة عدد ليس بالقليل من المورسكيين وتذكر واقع حصلت في سنة 1570 1570 ده يعني بعد 180 سنة من سقوط الأندلس تذكر أنه في عام 175 تم القبض على نصف القرية لأنهم خرجوا إلى مكان فضاء لرؤية الهلال وبعدين اختلفوا فحصل جدل حولهم وانقسموا ولما انقسموا وبدأوا يتناقشوا صوتهم يعني ارتفع فشعر بهم بعض المسيحيين وبالتالي علمت السلطات بخبرهم وقبضت عليهم طبعا يعني هذا الوضع البائس الشديد القاسي جدا جعل المسلمين يعني يرتكبون بعض التحايلات في صيام رمضان لأن مصير من يعرف أنه يصوم هو الموت أصلا مجرد أن الواحد كان ينطق باسم محمد بالغلط أو باسم الله بالغلط هذا كان مصيره إلى الموت فكيف إذا اكتشف أنه صام فلذلك يعني المسلمين كانت لهم تحايلات بعض هذه التحايلات كانت تتعلق بالعبادة نفسها فكانوا ربما قصروا وقتها أو عوضوها في أيام أخرى طبعا بعضها كان نزولا على فتاوى أفتاهم بها بعض علماء المغرب أو حتى أفتاهم بها بعضهم بس يعني يجب أن نكون منتبهين إلى أن الحالة العلمية في هذه المجتمعات كانت تضعف وتنقرض العلماء كانوا ينقرضون تدريجيا مع بيئة المرسكيين ومع هذا الضغط ومع هذا التشديد فمن هذه التحايلات مثلا أنهما كانوا يعاوضون صيام أيام رمضان في مواسم جني العنب في الخريف كانوا يخرجون من بيوتهم اللي هي في القرى إلى البيوت التي أنشأوها في الحقول والمزارع هناك طبعا يتجنبون المراقبة اللصيقة اللي هي موجودة في القرى وطبعا هم موجودين يعني بحجة أنهما ده موسم جني العنب وبيعملوا الزبيب فيذكر أحد المؤرخين الإسبان وهو اسمه باروخة خوليو كارو باروخة هذا له كتاب اسمه مسلمه مملكة غرناطة بعد السقوط وهو أيضا من كتب المركز القوامي للترجمة موجود بالعربية ومتاح على الإنترنت يذكر أنه هو في بداية القرن السابع عشر يعني 1600 وشوية يعني بعد 100 سنة من سقوط الأندلس يقول أن المسلمين كانوا يتحيلون على السلطات الإسبانية في بيوتهم اللي هي بيوتهم اللي هي في القرى والحقول فيصومون فيها رمضان ويحتفلون فيها بعيد الفطر وأنهم كانوا يفرحون ويستبشرون بالمولود الذي يولد في تلك الفترة لأنه طبعا لن يتجنبون تعميده لأن طبعا كان مفروض عليهم الولد إذا ولد يذهبوا به إلى الكنيسة للتعميد فإذا ولد الولد في هذا الموسم كانوا يستبشرون به ومن هذه التحيولات كذلك أنهم لم يكونوا يتمون صيام شهر رمضان بل أحيانا كانوا يكتفوا بصيام نصف الشهر أو 12 يوما من الشهر أو أنهم يعني بيستغلوا فترة السفر فكان يصوم طول مدة السفر لأنه طبعا هذا أيضا مما يجنبهم المراقبة والوشايات التي يمكن أن تصدر عن جيرانهم إذا لاحظوا امتناعهم عن الطعام والشراب وحتى من فتاوى هذه الفترة أنه المسلم ينبغي عليه أن يدفع الكفارة إن كان لا يستطيع الصوم كأن مثلا يكون عامل في بيت حد مسيحي ولا يستطيع أن يأكل إلا في الأوقات التي يأكل فيها سيده فساعة إذن عليه أن يدفع الكفارة ويطعم فقيرا ومثل ذلك لو كان مسجون في سجن محكمة التفتيش أو كان أسير عند بعض المسيحيين وكذلك بعض المسلمين اللي هما كانوا يعملون في النقل طبعا المسلمين أيضا حوربوا في أرزاقهم فكان أحد المهن التي كثر فيها المسلمون الأندلسيون بعد سوق درناطا أن هما يعملون في مجال النقل فكان هؤلاء لما يطر الواحد منهم إلى صحبة مسيحي في سفر يعني سفر أقل من العذر الشرعي الذي يبيح له الفطر فإذا عرض عليه المسيحي الطعام وخاف المسلم أنه إذا لم يأكل أن يثير الريبة فيبلغ هذا المسيحي عنه فكانت الفتوى أنه يعني عليه أن يأكل بأقل الممكن ويبقى صومه قائما وتبقى نيته منعقدة على إكمال هذا اليوم في الصوم لكنه إذا يعني تجاوز الحد ولم يستطع أن يكتفي لأي ظرف من الظروف فإن عليه في هذه الحالة أن يخرج الكفارة كذلك المسلم الأندلسي إذا مات قبل أن يقضي الأيام الذي هو اضطر إلى فطرها فعلى أقاربه أن يتصدقوا عنه أو أن يصوموا بديلا عنه فهكذا ترون كيف كان المسلمون متمسكين بعبادتهم متمسكين بشهر رمضان متمسكين بقيامه وعاداته حتى أن البعض دفع حياته في ذلك وبعضهم كان يتحيل وبعضهم كان يستفتى فيفتى بفتاوى الضرورة وهذه أمور يجب أن توقظ فينا نحن الإيمان في مطلع هذا الشهر أننا لا نجد العنت ولا نجد المشقة في النصومه فيعني الإنسان حين يقرأ هذه الأخبار يشعر بالعار ويشعر بالحصر والألم أن يوجد مسلمون لا يهتمون بهذا الشهر على هذا القدر الذي أفنى فيه بعض الناس من أجدادنا حياتهم في نهاية هذه الحلقة أنا أريد أن أؤكد على أمرين طبعا أولا أن وقت الحلقة لم يسمح بذكر أشياء كثيرة جدا عن حالة المسلمين الأندلسيين وتضحياتهم في الصيام فضلا عما كانوا يفعلونه من التمسك بالعبادات الأخرى يعني تحايلاتهم في الوضوء في الطهارة في الاغتسال في الصلاة في الزكاة كيف كانوا يتصرفون في الزواج كيف كانوا يتصرفون مع الأولاد كيف حتى كانوا يتصرفون في الدفن كيف كانوا يتحيالون لكي يدفنوه على الطريقة الإسلامية وكيف اجتهدوا ببسالة عظيمة في حفظ دينهم وتعليمه ونقله إلى الأجيال ولهذا أوصي بشدة في يعني بالقراءة في تاريخ المرسكيين لأنه يعني تاريخ يزيد المؤمن إيمانا ويزيد المسلم تمسكا بالإسلام هذا حقا يعني إذا قرأت هذا الكتاب ستجد أنه من أشد ما يؤثر في حالة الإنسان الروحية أن تقرأ مثل هذه الكتب فهي فعليا يعني من كتب الرقائق التي ترفع الحالة الإيمانية للإنسان تنبيه الثاني أنه ما يزال في عالمنا الآن من هم أشباه الأندلسيين من المسلمين وطبعا أقصد به المسلمين في تركستان الشرقية والمسلمين حتى في بعض مناطق الهند وحتى المسلمين في بعض المناطق الإفريقية لكن الحالة الأشد والأشهر هي حالة المسلمين في تركستان الشرقية لأن هؤلاء المسلمين يجبرون على الإفطار ولا يتمكنون من صيام رمضان يعني حتى لو أن السلطة لا تراقبهم مراقبة لصيقة ولكنها تفعل البيئة المحيطة بهم تترصد لهم وتبلغ عنهم إذا عرفوا أنهم يصومون طبعا نحن نرى بوضوح ما يحصل من الطهاد بسبب الحجاب لأن الحجاب أمر ظاهر لكن ما يحصل من الطهاد بسبب الصيام فأمر خافت لا يلمح ولا نرى فأرجو كذلك كما رجونا أن يقرأ المسلم في تاريخ أسلافه أرجو أن يهتم المسلم أيضا بحال إخوانه في هذه البلاد يهتم لحالهم لمصلحة نفسه يعني هو حين يتطلع على أحوالهم يزداد إيمانا وتمسكا بالدين ويهتم لحالهم لواجب الأخوة الذي فرضه الله علينا وألزمنا به فنحن لا ننفك عن الاهتمام بإخوان المسلمين كل عام وأنتم بخير ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة